طيم الفلاسية 25 سؤال لازم نجاوب عليهم بسرعة ومن غير تفكير إيش اسمك الحقيقي؟ طيم أكثر سؤال تتحسسي منه ممكن يكون ممكن يكون الوزن هذا كله لأني أتحسس منه طيب يتم تصنيفك كرائدة أعمال ليش؟ عشان المطاعم اللي أملكها وشركة الإعلان طيب واجهتي معارضة وانتقادات في بداية ظهورك في وسائل الإعلان ومواقع التواصل إيش كان سبب الاعتراض؟ كان سبب الاعتراض أن بنت إماراتية أو عربية تشارك يومياتها شيء مستهجن يعني غريب طيب في انطباع عنك خصوصا من الناس اللي في الوسط أنك مغرورة وشايفة نفسك صح هذا دائما دائما يوصلني هالكلام بس الناس اللي يعرفوني بعد ثانية من إلقائهم هالكلمة يعرفونني كلامهم غلط ليش ما بتصبغ الشاب؟ صار جزء من الكاركتر تبين الصدق طيب نشاطاتك متعددة كيف تصن في نفسك لو قلتلك يعني إيش وظيفتك بالضبط؟ يعني أحس الوظيفة الأقرب لقلبي وعلى طول بقولت ياهي أني كوني مؤثرة في مواقع التواصل طيب ليش ما في كثير مؤثرات على مواقع التواصل من الإمارات؟ ما عرف أحس دائما كنا نشوفها شيء الكويت والسعودية أكثر بس حاليا في هالوقت لا فيه كثير صراحة بدأوا يطلعون كثرة الفوتوشوب في الصور ما بتحس إنها بتساهم في رسم صورة وهمية ومثالية لمتابعينك؟ صح هالكلام بديت أتجنب قبل في البداية أكون صراحة بديتي متة متة مديتيتة آخر صوري كلها فيها في فوتوشوب يعني آخر صورتين ما فيهم طيب طيب فإني بدأت تتجنب هذا الموضوع؟ قد ما أقدر ما أوعد صعب طيب هل تنزعجي من وصفك فاشينيستا؟ أنزعج من أصلا الناس يحطون كلمة فاشينيستا بشيء سلبي مش عشان أنزعج من فاشينيستا يعني هم تصورهم للشيء أنه سلبي فهذا اللي ما يعيبني بس لو صنفك أحد فاشينيستا تنزعجي؟ ما عندي اعتراض ولكن لا ما أفضلها طيب هل حققتي الملايين من وراء نشاطك على مواقع التواصل؟ نعم بكل تأكيد لو طلب منك شخص وصفة النجاح في نصيحة واحدة ايش تقولي له؟ الاستمرارية وحط نحتها مليون خط تكتبي أغاني هل تصنف نفسك كشاعرة؟ أبدا هل يجب أن يكون الإعلامي والناشط على مواقع التواصل صاحب موقف سياسي أيضا؟ نعم طيب فقدان والدك صعب ونزلت فيديو وتكلمتي عن الموضوع وقلت أنك أنت مترددة في هذا الفيديو أنك تنزليه أصلا ليش كنت مترددة؟ لأن ما كنت أبغي الناس يشوفوني بهالصورة الضعف اللي أنا كنت فيها دائما الناس يشوفوني فارحة أكتف فس هالموقف خلاني جدا ضعيفة الله يرحم الوالد ويصبرك ليش ما نجحت تجربتك في تقديم البرامج؟ كنت في السوشيال ميديا وبعدين لجأت للبرامج عشان تشعرت أنه في شوي رسركشنز يعني طيب ليش يضرب فيك المثل في حب الأكل؟ أنا اكتشفت أن الأكل هو اللي يحبني كل ما أحاول أشرد عنه هو اللي يلحقني والله أعجبني التفسير هذا حاستخدمه كمان أنا طيب هل فيه تعليق جاكي من متابع وفعلا كان صادق واقتنعت وغيرت شيء بسببه؟ ما بقول تعليقات عامة بس إذا توصلني صدق تعليقات بشكل يومي عن شيء لا أغيري هالسناب وليس كان لها داعي تحطينا وأحس أن أراجع قراري فيها أحس أن كلامهم صح طيب الصداقة بين مشاهير مواقع التواصل صادقة أو المسألة مصالح وشو وزيادة متابعين؟ ألا ثنين طيب ألا إيش الأغلب؟ الأغلب خلنا نقول الثانية مصالح مصالح طيب استضافتك إحدى الجامعات وصار فيه انتقاد كثير أنت كنت راح تتكلم عن تجربتك وصار فيه انتقاد واعتراض على اختيارك وقالوا إيش عندها هي أصلا تجي تتكلم عليه أو تنصحنا فيه أو تتكلم عنه كيف تردي؟ أنا أشوف نفسي أني قدر تأثر بتجربتي مش الواحد يكون لازم عنده خبرة أن أنا لازم أكون أستاذة أو شيء الواحد ساعات يمر بتجارب ويقول لك حتى المجرب أحسن حتى من الطبيب نفسه صراحة أني قلت خضعتي لعملية نحت للجسم ما تعتقد أنه هذا الشيء خاص والتصريح فيه مخالف للعادات والتقاليد الخليجية؟ قد يلاقيها البعض كذا ولكن أحس مع الوضع اللي إحنا حاليا فيه أحس أنه وممكن يكون الناس يتقبلون أكثر من قبل طيب فيه مثل مشهور يقول لك ضل راجل ولا ضل حيطة أي ضل فيهم تفضلي؟ أي ضل أفضل؟ أفضل ضل نفسي لا أكثر ولا أكثر حلوة طيب متابعينك يقولون أنك أنت أحسن واحدة في السفر إيش نصيحتك للسفر الناجحة؟ سفر الناجحة أنا المشكلة النصيحة التي أعطيها الناس أتمنى أني أطبقها أن نقللوا شوي من إنتاج المحتوى واستنسوا بالسفرة يا رب يتيني هذه السفرة من التصوير طيب طيب إيش المقطع اللي كان سبب في شهرتك أو صنع فرق في شهرتك؟ صراحة خلنا نقول مقطع سفرتي بالذات إلى تركيا طيب الناس بتقول أنه هلكتيهم بالإعلانات على حسابك والترويج لما تقاطعك خلاص حسابك كله ما في محتوى إلا الإعلانات كيف بتردي؟ والله صح كلامهم حاليا الفترة اللي طافت كان كثير في إعلانه وخف شوي المحتوى الشخص اللي الناس تعودوا عليه بس حاليا أرد أقول أنه في خطة نحاول أن نوازن بين الأثنين وحاول أعطي إعلاناتي بطريقة عفوية تأتيمتي شفافة كل إجاباتك كانت شفافة شكرا لك عفوا اشتركوا في القناة